اشتركوا في القناة وقضى عليهم الارهابيون وقليل منهم نجا واسبايكر المزرة تحتوي على مئات المتدربين والطلبة العسكريين اختفى في المزرة 1700 طالب من القاعدة العسكرية عثر على 200 جثة مجهولة الهوية مدفونة بالقرب من القاعدة وعليها اثر اعيرة النارية لازال هناك 700 مفقود من محافظة الناصرية و400 طالب من محافظة الديوانية يوجدون ما يقارب من 600 مفقود يتوزعون على بقية المحافظات بعد خمس سنوات من الكارثة ووفقا لأرقام وزارة الصحة اعلنت وزارة الدفاع رسميا ان عدد الجثث المكتشفة لضحايا سبايكر وصل الى 1237 جثة وجدت 1174 جثة في 17 مقبرة جماعية داخل القصور الرئاسية في تيكريت استخرجت 63 جثة من النهر في سامراء وسلمت مباشرة لدائرة الطب العدلي من مركز الشرطة هناك سلم روفات 884 من الضحايا الى ذويهم عقب مطابقتها مع الحمض النووي ويعاني ذو المفقودين من ايقاف رواتبهم لحين اتمام معاملة تحويل الصفة في تنقلات مكوكية بين وزارة الدفاع وهيئة التقاعد الوطنية والمحاكم الا ان هيئة التقاعد وعدت بصرف رواتب لذوي المفقودين كمساعدة انسانية على ان يتم قطعها بداية عام 2019 ما لم تكتمل معاملاتهم التقاعدية رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يستشعر الام العراقيين ومأساتهم تبنى اول مشروع قانون بشأن قضية سبايكر لغرض احتسابهم شهداء وتمكين ذويهم من التمتع بحقوقهم المشروعة داعيا مجلس النواب للإسراع بمناقشة القرار والمصادقة عليه تقديرا ووفاء لهذه الشريحة التي قدمت اغلى ما تملك دفاعا عن سيادة العراق فان من واجبنا الوطني والانساني الذي يحتم علينا متابعة هذه القضية بكل جوانبها وتعويض هذه العوائل المفجوعة بابنائها عدد المدانين الذين اعدموا في هذه القضية في العام الفين وستة عشر يقدر باربعين شخصا اعترفوا صراحة بارتكابهم الجريمة وشهد عام الفين وسبعة عشر و الفين وثمانية عشر تقديم ثمانية وسبعين مدانا ايضا لازالت اوراقهم في محكمة التمييز اما عدد المتهمين الهاربين من وجه العدالة فبلغ خمسمائة وتسعة وثمانين متهما الرئيس العراقي ينصف اهالي ضحايا سبايكر بعد خمس سنوات من الاهمال والتهميش فهناك عائلة لا تملك قوت يومها وتتضور جوعا وهناك اطفال لهؤلاء الضحايا تركوا مقاعدة دراسة ليعيل عائلاتهم وهناك اباء وامهات ارهقهم المرض حزنا وكمدا على فلذات اكبادهم شكرا سيد الرئيس على التفاتتك الرائعة التي احييت بها الامل في النفوس العطشة للفرح ترجمة نانسي قنقر